أعزائي المشاهدين عاصمة ومرحبا بكم لحظنا هنهارات ارتفاع في درجات الحرارة اليوم عرفت انخفاض طفيف تراوحط بين 32 و37 درجة بالمناطق الشرقية الساحلية في تونس العاصمة كانت في حدود 38 في بقية الجهات تراوحط بين 38 و42 درجة بلغت 44 درجة بأقصى الشمال الغربي مع ظهور أشهيلي نزيدوا نشوفوا أحوال التقس من خلال سوى القمر الاستناعي لاحظنا أن التقس كان صافي فقليل السحب الي لازده يتواصل صافي فقليل السحب ودرجة الحرارة بشرق البلاد تراوح بين 24 و28 درجة في غرب البلاد باش تتراوح بين 28 و33 درجة غضوة ان شاء الله تقس باش يتواصل صافي فقليل السحب ودرجة الحرارة بالزيد تعرف انخفاض طفيف تكون في حدود 40 درجة في زغوان وتونس وبنزرد 37 في نيبل 42 في باجة جندوبة 43 42 في الكيف سيليانة 41 37 في القصرين 38 في سيدي بوزيد 39 في القروان في سوسة والمونستير 36 35 في المهدية في سفيقس 34 35 في جيبس مدنين وتطاوين 38 41 في كبلي وتوزر 40 درجة في قفصة 38 في الرمادة وبرج الخضرة 40 درجة فيما يخص الملاحة والصيد البحري مناطقنا تعرف منخفض نسبي للضغط الجوي في منطقة سيراتة الريحة تكون شمالية شرقية سرعة تكون بين 15 و25 عقدة وتوصل ل30 عقدة في شكل هبايت والبحر يكون مضطرب في خليج تونس الريحة تكون شمالية زادة شرقية وسرعة تكون بين 10 و20 عقدة والبحر يكون قليل الاضطراب في خليج الحمامات الريحة تكون جنوبية شرقية وسرعتها تكون بين 15 و15 عقدة والبحر يكون قليل الاضطراب وفي خليج جيبس ومنطقة الشابة وجربة تتواصل الريح جنوبية شرقية في شرقية وسرعتها تكون بين 15 و20 عقدة والبحر يكون إن شاء الله قليل الاضطراب في مضطرب شوفوا درجات الحرارة ببعض البلدان الأجنبية والعربية نويقشة 34 و32 في الريباط 27 في الدار البيضاء الجزائر 36 34 درجة في ترابولس القاهرة 38 47 في المدينة المنورة و42 في مكة المكرمة مع بعض السحب الدوحة 41 46 في الكويت 43 في أبوظبي ديمشق 39 30 في بيروت 36 في عمان توصل 51 في بغداد والقدس الشريف 32 درجة وتقس يكون صافي بالنسبة للبلدان الأجنبية إسطنبول 29 مع شوية صحب موسكو تقس صافي نلقاو 27 33 في أثينا درجات مرتفعة في روما وتوصل إلى 40 وتقس يكون صافي فيينا 33 أمستردام تقس مغيم لقاو 23 26 في برلي وكوبنهاجن تقس مبتر لقاو 21 درجة لندن تقس مبتر 19 بيريس تقس مغيم 28 22 في ستوكولم جونيف تقس صافي تكون في حدود 34 24 في بروكسيل مرسيلي 32 36 في مدريد ولا شبونة أقل تكون في حدود 28 درجة شوفوا التحولات الجوية إن شاء الله للنهارات الجاية درجات الحرارة النهار الخميس باش تتراح بين 34 و 38 درجة في الشمال والمناطق الساحلية وبين 38 و 43 ببقية الجهات تقس باش يكون صافي فقليل السحب الريح تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة في كامل الجهات والبحر إن شاء الله باش يكون قليل الاتراب في كامل مجالاتنا البحرية نهار الجمعة درجة الحرارة باش تعرف ارتفاع طفيف في تواصل التقس صافي فقليل السحب الريح تكون من القطاع الشمالي ضعيفة فمعتدلة في كامل الجهات والبحر يكون قليل الاتراب في كامل السواحل أوقات الشروق والغروب الشروق حول الله غدا يكون على الساعة الخامسة و 25 دقيقة والغروب على الساعة السابعة و 25 دقيقة مزيد من المعلومات والإرشادات تزور الموقع الخاص للمعهد الوطني للرسد الجوي تروا دبلو في بوامي تيو بوانتان تبعثوا إرساليات قصيرة ولا تتصلوا بالوزع الصوتي 88-44 أسفا نشكروكم على حص المتابعة وليرتكم زينة اشتركوا في القناة